أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المسمر في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ضم السيدة أنماريا برنيني وزيرة الجامعات والبحث العلمي وسفير ريكاردو جواريليا أمين عام وزارة الخارجية وعددا من مسؤولي كبريات الشركات الإيطالية العاملة في مجالات عدة لسيما الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية تأتي في إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار على ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر في مصر منوها إلى وجود آفاق واسع للتعاون الاقتصادي على جميع الأصائض وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لا سيما في مجالات الزراعة والغذاء في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين ومواصلة التنصيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا اشتركوا في القناة